بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم أفضل صلواتك على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واشرح اللهم صدري ويسر لأمري وارزقني نعمة الإخلاص وقني فتنة النفس والهوى وجنبني مزالق الشيطان إنك نعم المولى ونعم النصير في هذه الحلقة الثامنة عشرة من قراءتنا في كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزاري رحمه الله نقرأ اليوم من فقر جديد بعنوان الرعيل الأول يقول أخذت الدعاية للإسلام تنتشر في مكة وتعمل عملها في أصحاب الأفئد الكبيرة فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات القرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة الخصبة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش كان أصحاب العقائد يتجمعون في تأذى حول عقائدهم ويلتفون في حب وإعجاب حول إمامهم ويشرحون في حضر أصول فكرتهم والإيمان قوة ساحرة إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت في أعماقه تكاد تجعل المستحيل ممكنا ولقد رأينا شبابا وشيوخا يلتقون عند فكرة من الفكر ويحلونها من أنفسهم محل العقائد الراسخة ومع أنها فكرة مادية بحتة إلا أنهم يجعلون من حياتهم وقود حركتها ويتحملون أقبح الأدى في سبيل نصرتها وفي السجون الآن رجالا تخرج من جامعات الغرب يقضون شطرا من أعمارهم مع القتلة وتجار المخدرات ويرون ذلك بعض لجهد الواجب لإنجاب مبادئهم ودفعها إلى الأمام فكيف إذا كان الإيمان الذي ظهر في صدر الإسلام إيمانا بالله رب السماوات والأرض وإيمانا بالدار الآخرة حيث ينفلت الإنسان من هذه الدنيا لتستقبله في جوار الله الحدائق الغناء والقصور الظهر من تحتها الأنهار الجارية والنعيم المقيم إن الرعيل الأول يتكون ويتزايد على الأيام ومن الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الإسلام على ألسق الناس به من آل بيته وأصدقائه وهؤلاء لم تخالجهم ريبة قط في عظمة محمد عليه الصلاة والسلام وجلال نفسه وصدق خبره فلا جرم أنهم السابقون إلى مؤازرته واتباعه آمنت به زوجته خديجة ومولاه زيد بن ثابت وابن عمه علي بن أبي طالب وكان صبيا يحيى في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الحميم أبو بكر ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام فأدخل فيه أهل ثقته ومودته عثمان بن عفان وطلح بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وآمن القص ورق بن نوفل وقد أروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في المنام بعد مماته في هيئة حسنة تشهد بكرامته عند الله وأسلم الزبير بن العوام وأبو در الغفاري وعمر بن عنبسة وسعيد بن العاص وفش الإسلام في مكة بين من نور الله قلوبهم مع أن الإعلام به كان يقع في استخفاء ودون مظاهر من التحمس المكشوف أو التحدي السافر وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما ولعلها حسبت محمدا عليه الصلاة والسلام أحد أولئك الديانيين الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها كما صنع أمي بن الصلت وقص بن ساعدة وعمر بن نفيل وأشباههم إلا أنها توجست خيفة من ديوع خبره ومتذاذ أثره وأخذ الترقب عن الأيام مصيره ودعوته واستمر هذا التطور السري للدعوة ثلاث سنين ثم نزل الوحي يكلف الرسول صلى الله سلم بمعالنة قومه ومجابهة باطلهم لمهاجمة الصنامهم جهرا ويعلق الشيخ الألباني على هذا الحديث في قول الشيخ الغزالي روية أن الرسول صلى الله سلم رأاه في المنام بعد مماته يقول الشيخ الألباني هذا حديث حسن فتصديره بصيغة روية غير حسن لأنه يشير إلى تضعيفه وليس بضعيف فقد جاء بطريقين حسنهم الحافظ بن كتير في البداية أخرج أحدهم أحمد بن حديث عائشة والآخر يعلى من حديث جابر فلا أقل من كون الحديث حسنا بمجموع الطريقين ويشهد له قوله صلى الله سلم لا تسبوا ورقه فإني رأيت له جنة أو جنتين أخرجه البزار والحاكم وابن عساكر من حديث عائشة أيضا وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخان ووافقه الذهبي وهو كما قال وقال ابن كتير وإسناده جيد ثم ينتقل الشيخ الغزالي إلى فقرة أخرى بعنوان إظهار الدعوة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب ثبا لك سائر اليوم أليهذا جمعتنا فنزل قوله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب ويعلق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عن هذا الحديث قائلا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي هورير قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك لقربين فقال يا معشار قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سلين ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من طريقين من أبي هورير هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام قومه على دعوته وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب أدابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كبير المنزلة في بلده مرموقا بالثقة والمحبة وها هو دا يواجه مكة بما تكره ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة موج بالغرابة والاستنكار وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغته ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها وبدأت قريش تسير في طريقها طريق اللدد ومجانبة الصواب وماذا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك في طريقه يدعو إلى الله ويتلطف في عرض الإسلام ويكشف النقاب عن مخاز الوثنية ويسمع ويجيب ويهاجم ويدافع غير أن حرصه على هداية آله الأقربين جعله يجدد مسعاه محاولا عرض الإسلام عليهم مرة أخرى فإن منزلتهم الكبيرة في العرب تجعل كسبهم عظيم النتائج وهم قبل ذلك أهله الذين يود لهم الخير ويكره لهم الوقوع في مساخة الله وروا بن الأثير قال جعفر بن عبد الله ابن أبي الحكم لما أنزل الله على رسوله وأنذر عشيرتك لقربين اشتد ذلك عليه وضاق به ضرعا فجلس في بيته كالمريض فأتته عماته يعدنه فقال ما اشتكيت شيئا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي فقلنا له فادعوهم ولا تدعو أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك فدعاهم فحضروا ومعهم نفر من بن المطلب بن عبد مناف فكانوا خمسة وأربعين رجلا فباذره أبو لهب وقال هؤلاء هم عمومتك وبن عمك فتكلم ودع الصباه واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأنا أحق من أخذك فحسبك بن أبيك وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس ثم دعاهم ثانية وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو أني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتنك ما تنامون ولتبعثنك ما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا ويعلق الشيخ ناصر الدين الألباني على راوي هذا الحديث قائلا لم أجد في الرواة هذا الراوي وإنما فيهم جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو أنصاري دوسي تابعي صغير يروي عن أنس والتابعين فإذا كانه هذا فالإسناد مرسل ضعيف ولم أقف على إسناده إليه وإن كان غيره فلم أعرفه ويستمر الشيخ الغزال قائلا فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديتك وهؤلاء ابن أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أصراعهم إلى ما تحب فامضي إلى ما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب فقال أبو لهب هذا والله السوء خذوا على يديه قبل أن يأخذكم غيركم فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا أما عن أبو طالب يقول الشيخ الغزالي إن أبو طالب برغم بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء ظل حي العاطفة ظاهر الحدب عن ابن أخيه وهو مدرك كل إداراك ما سوف تجره هذه الدعوة من متاعب عليه وعلى أسرته بيد أن إعزازه لمحمد وتأذيه من مواجهته بما يكره حملاه على ضمان الحرية له بل على التعهد بحمايته وهو يبلغ عن ربه وأبو طالب من رجالات مكة المعدودين كان معظما في أهله معظما بين الناس فما يجسر أحد على إخفاف دمته واستباحة بيضته وكان بقاؤه مع أهل مكة محترما للأوثان من أسباب امتداد نفوذه ورعاية حقوقه أما أبو لهب فصورة لأرباب الأسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر إلى حق أو باطل فأي عمل يعرض مصالحهم للبوار أو يخدش مال اسمه من منزلة يهيج ثائرته ويدفعه لاقتراف الحماقات وفي طبيعة أبي لهب قصوة تغريه باقتراف الدنايا كان أبناؤه متزوجين ببنات محمد صلى الله عليه وسلم فأمرهم بفراقهن فطلق عتبة وعتيبة رقية وأم كالثوم ولعل أبا لهب كان متأثرا في هذه البغضاء المتنزية بزوجته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وهي مرأة صليطة توزه على كراهية محمد ودينه علل شتى ولذلك بسطت فيه لسانها وأطالت عليه الافتراء والدس وإذا كانت أهواء الجاهل يتدفع عم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإغلاض معه على هذا النحو الوضيع فكيف يكون مسلك الأباعد الذين يتمنون العثار للسليم والتهمة للبريء ولكن ما أبو لهب وما قريش وما العرب وما الدنيا كلها بإزاء رجل يحمل رسالة من الله الذي له ملك السماوات والأرض يريد أن يعيد بها الرشيد لعالم فقد رشدة وأن يمحو بها الأوهام في حياة مرغتها الأوهام في الرغام ما تجدي وقفة جهول أو غضبة مغرور في منع هذه الرسالة الكبيرة من المضي إلى هدفها البعيد إن الطحالب العائبة لا تقف السفن الماخرة ولئن قم الجاهليون على المسلمين موروقهم من بين قومهم بهذه الدعوة حتى ليسمونهم الصباة فإن المسلمين لأشد نقمة عليهم أن نسفهوا أنفسهم وحقروا عقولهم وتشبتوا بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان إن الدعوة التي بدأ بها محمد صلى الله عليه وسلم من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير بل كانت إنشاءا جديدا لأجيال وأمم تظل تتوارث الحق وتندفع به في رحاب الأرض إلى أن تنتهي من فوق ظهر الأرض قصة الحياة والأحياء فماذا تصنع خصومة فرض أو قبيلة لرسالة هذا شأنها في حاضرها ومستقبرها ومن أولئك الخصوم متعصبون تحجرت عقولهم تزين لهم سطوتهم البطش بمن يخالفهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أم مترفون صرتهم ثروتهم يحبون الباطل لأنه على أرائك وثيرة ويكرهون الحق لأنه عاطل عن الحلي والمتاع وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أم متعنتون يحسبون هداية الرحمن عبة صبية أو أزياء غانية فهم يقولون دع هذا وهات هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتب قرآن غير هذا أو بدل أو مهرجون اتواصون بينهم بافتعار ضجة عالية وصياح منكر عندما تقرأ الآيات حتى لا تسمع فتفهم فتترك أترا في عقل نقي وقلب طيب وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف لعلكم تغلبون لو أن أهل مكة ترددوا في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بحتوا أمره ويمحصوا رسالته يزنوا على مهل ما لديهم وما جاء به لما غلبهم على هذا عاقل ولكنهم نفروا من الإسلام نفور المدنب من ساحة القضاء بعد من كشفت جريمته وتبتت إدانته وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإعراض المقرون بالتكذيب والتحدي ومن حق كل رجل صدوق نبيل أن يأسف ويألم إذا ألف نفسه مكذبا مهجورا إلا أن الله واساه فأبان له بواطن أولئك المكذبين المتألبين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إن المعتوه إذا اعترض طريقك ووقع في عرضك بلسان حاد سمعت من يقول لك هذا لا يقصد العدوان عليك ولكنه يستجيب لنوازع الجنون في دمه وكذلك أولئك المشركون أن فضادتهم وإنكارهم تمشي مع دواع الجحود في طباعهم قبل أن تكون انتقاصا للرجل الذي يحدتهم أو طعنا في خلقه وإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ومن ثم فعلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يمضي في سبيل البلاغ وأن يجتاز ما يلقى أمامه من صعاب وعقاب على المؤمنين برسالته أن يثثبثوا وليس ثباثهم لمصلحتهم الخاصة فقط ولا حق الإيمان عليهم وكفى بل هو لمصلحة الأجيال المقبلة إن البنيان الشامخ الضرى لا يرتكز على سطح الأرض إنما يرتكز على دعاء مغائر في الثرى وهي التي تحمل ثقله وترفع عمده وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأول بصلابة يقينهم وروعة استمساكهم دعائم رسالته وأصول امتدادها من بعد في المشارق والمغارب نقف إلى هذا الحد وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنبدأ القراءة في فقرة أخرى بعنوان أرض طهاد